قرضو من الناس المسلمين قالك طيب خلاص انا مؤمن بالقرآن وقرآن قال كده وانا محديش مشكلة ولكن القرآن ذكر المسجد الحرام طيب انتو بتمنعهم المسلمين من دخول مكة بالكامل فاذا انتو كده ومتعملوش اللي موجود في الآية اولا محدش قال اللي احنا بلنا على المسلمين بلنا على غير المسلمين من دخول مكة بالكامل انما الحرم اللي ذكروا كل اهل العلم ذكروا صحابة نبي صلى الله عليه وسلم وطلقات تابعين وغيرهم وغيرهم هو ما ذكروا الامام النومي في المجموع حينما قال حد الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار على ثلاثة اميال من مكة ومن طريق اليمن طرف اضاة لبن على سبعة اميال من مكة ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة اميال ومن طريق العراق على ثانية جبن بالمقطع على سبعة اميال ومن طريق الجعرانة في شعب آلي عبدالله بن خالد على تسعة اميال ومن طريق جدة منقطع العشاشي على عشرة اميال من مكة يعني ايه الكلام ده؟ يعني الامام النوم بيقول البيت اللي الحرام حدوده اللي هي معتدة اللي هي يعني ينطبخ على كل احكام الشرعية المنطقة دي هي المنطقة اللي بتمتد من جهة المدينة ثلاثة اميال من مكة الميل تقريبا اتنين كيلو يعني من جهة مكة من جهة المدينة ستة كيلو وطريق اليمن سبعة اميال يعني اربعتاشر كيلو وطريق الطائف على عرفات سبعة اميال اربعتاشر كيلو وطريق العراق سبعة اميال اربعتاشر كيلو وطريق الجعرانة تسعة اميال تمنتاشر كيلو وطريق جدة عشرة اميال عشرين كيلو فهي دي حدود بيت الله الحرام اللي ذكرت في القرآن الكريم يعني يبقى هو ده اللي مقصود به قول الله عز وجل فلا يقربه المسجد الحرام هو ده المسجد الحرام اللي لا يقربه ومحطوط علامات عن المناطق دي ان بعد المناطق دي يا جماعة اي حد يتفضل ليدخل فيش اي مشكلة فاذا اول امر ان مفيش حد قال ان هم منوعين من دخول كل المملكة السعودية او كل مكة او كما يقول بعض الناس بدليل ان حضرك بتشوف كل فترة مثلا كل سنة او سنتين او تلاتة تسمى اقولك معمول توسعة في الحرم توسعة جديدة في الحرم يعني ايه توسعة يعني بيوسع مكان الحرم فلو كان الحرم هو مجرد الكعبة والعشرين تلاتين متر اللي حويني الكعبة يبقى معنا كده التوسعات اللي بتحصل دي بتحصلش في الحرم يبقى الناس اللي بتصلي مش بتصلي في الحرم فالكلام طبعا جير صحيح انما هي دي حدود الحرم اللي اتفق عليها كل المسلمين من عهد الصحابة والتابعين الى يومنا هذا فاذا ان فكرة ان المعنى الاية المسج الحرم معناها الكعبة والصفين او تلات صفوف اللي حواليها ده معنى لم يقل به ابدا اي حد من اهل العلمه ده فهم قاصر عند حولتك اشتركوا في القناة